السلام عليكم أتمنى أن تكونوا بألف خير معكم أحمد وفي هذا الفيديو إن شاء الله اليوم سأريكم طريقة تحويل حساب الفيسبوك إلى خاص بعد التحديد الجديد بخطوات سهلة وبسيطة ولكن قبل بدء هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زل جرس ليصلكم كل جديد والآن لن أطلع عليكم أكثر لنبدأ على بركة الله أولا افتح تطبيق الفيسبوك لايت على هاتفك بعد ذلك اضغط على ثلاث خطوط بعد ذلك قم بالنزول إلى الأسفل قليلا ثم اضغط على الإعدادات بعد ذلك قم بالنزول إلى الأسفل إلى قسم الجمهور وإمكانية الرؤية بعد ذلك اضغط على معلومة الملف الشخصي بعد ذلك اضغط على التعديل بجانب خيار معلومة اتصال بعد ذلك اضغط على البارد الإلكتروني بعد ذلك اضغط على ايقونة الكورة الارضية هنا ثم اضغط على خيارات اضافية ثم اختر انا فقط بعد ذلك قم بالرجوع بالضغط على هذا السهم هنا بعد ذلك اضغط على هذا القلم بجانب خيار تاريخ الميلاد بعد ذلك اضغط على ايقونة الكورة الارضية بجانب خيار تاريخ الميلاد ثم اضغط على خيارات اضافية ثم اختر انا فقط بعد ذلك اضغط على ايقونة الكورة الارضية بجانب خيار سنة الميلاد ثم اضغط على خيارات اضافية ثم اختر انا فقط بعد ذلك قم بالنزول الى الاسفل بعد ذلك اضغط على ايقونة الكرة الارضية بجانب خيار الدمائر المعروضة على ملفك الشخصي ثم اضغط على خيارات اضافية ثم اختر انا فقط بعد ذلك اضغط على ايقونة الكرة الارضية بجانب خيار اللغات ثم اضغط على خيارات اضافية ثم اختر انا فقط بعد ذلك اضغط على حفظ بعد ذلك اضغط على هذا القلم بجانب خيار على علاقة بعد ذلك اضغط على مشاركة مع العمى ثم اختر أنا فقط بعد ذلك اضغط على حفظ بعد ذلك قم بالرجع بالضغط على هذا السم هنا بعد ذلك اضغط على طريقة حطر الأشخاص عليك والتواصل معك بعد ذلك اضغط على الجميع بجانب خيار ما الذي يمكنه ارسل طلبات صداقة اليك ثم اختر أصدقاء الأصدقاء بعد ذلك اضغط على العمى بجانب خيار ما الذي يمكنه رؤية آقمة أصدقائك ثم اختر أنا فقط بعد ذلك اضغط على جهة التواصل المحتملة بجانب خيار الأشخاص الذين لديهم عنوان بريدك الإلكتروني ثم اختر لا أحد بعد ذلك اضغط على جهة التواصل المحتملة بجانب خيار الأشخاص الذين لديهم رقم هاتفك ثم اختر لا أحد بعد ذلك قم بتعطي الخيار هل تريد ربط محركات البحث خارج الفيسبوك بملفكة شخصي بعد ذلك قم بالرجع بالضغط على هذا السم هنا بعد ذلك اضغط على المنشورات بعد ذلك اضغط على العمى بجانب خيار ما الذي يمكنه رؤية منشوراتك المستقبلية ثم اختر أنا فقط بعد ذلك اضغط على عرض بجانب خيار تقييد من يمكنه رؤية المنشورات السابقة بعد ذلك اضغط على تقييد نطاق جمهور المنشورات السابقة بعد ذلك اضغط على تقييد نطاق جمهور المنشورات السابقة مرة أخرى بعد ذلك قم بالرجوع بالضغط على هذا السام هنا مرة أخرى بعد ذلك اضغط على القصص بعد ذلك اضغط على خصوصية القصص ثم اختار الأصدقاء بعد ذلك اضغط على حفظ بعد ذلك قم بالرجوع بالضغط على هذا السام هنا مرة أخرى بعد ذلك اضغط على الريلز بعد ذلك قم بتعطي الخيار هل تريد السماح للآخرين بمشاركة مقاطع ريلز الخاصة بك في قصصهم بعد ذلك اضغط على العمى بجانب خيار ما الذي يمكنه رؤية مقاطع ريلز الخاصة بك ثم اختر الأصدقاء بعد ذلك قم بالرجوع بالضغط على هذا السهم هنا بعد ذلك اضغط على المتابعون والمحتوى العام بعد ذلك اضغط على العمى بجانب خيار من يمكنهم متابعتي ثم اختر الأصدقاء بعد ذلك اضغط على العمى بجانب خيار الأشخاص الذين يمكنهم رؤية متابعك على يوميتك ثم اختر أنا فقط بعد ذلك اضغط على العمى بجانب خيار ما الذي يمكنه رؤية الأشخاص والصفحات والغوائم التي تتابعها ثم اختر أنا فقط بعد ذلك اضغط على العمى بجانب خيار ما الذي يمكنه التعليق على منشوراتك العمى ثم اختر الأصدقاء الأصدقاء بعد ذلك اضغط على العمى بجانب خيار إشعارة المنشورات العمى ثم اختر أنا فقط بعد ذلك اضغط على العمى بجانب خيار معلومة الملف الشخص العام ثم اختر أصدقاء الأصدقاء بعد ذلك قم بالرجع بالضغط على هذا السام هنا بعد ذلك اضغط على الملف الشخص والإشعارات بعد ذلك اضغط على الأصدقاء بجانب خيار ما الذي يمكنه النشر على ملفك الشخصي ثم اختر أنا فقط بعد ذلك اضغط على الأصدقاء بجانب خيار من يستطع رؤية ما ينشرها الآخر على ملفك الشخصي ثم اختر أنا فقط بعد ذلك اضغط على الأصدقاء بجانب خيار ما الذي يمكنه رؤية المنشورات التي تتم الإشارة إليك فيها على ملفك الشخصي ثم اختر أنا فقط بعد ذلك اضغط على الأصدقاء بجانب خيار عند الإشارة إليك في منشور ما الذي تريد إضافتهم إلى جمهور المنشور إذا لم يكن بإمكانهم رؤيته بالفعل ثم اختر أنا فقط وبهذه الطريقة يمكنك تحويل حسابك الفيسبوك إلى خاص بعد التحديد الجديد أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم وللستفساراتكم وقتراحاتكم رسلونا على الإنستغرام أو على الفيسبوك أو تركونا تعليقا في الأسفل وأنا سأرد عليكم شكرا على المشاهدة وأراكم في الفيديو القادم إن شاء الله السلام عليكم